بس خليني انتقل عند زميلة على بمنطقة الدورة لحتى نشوف البيت اللي بحاجة لترويم ايضا وصلنا اول بيت ايرانيا طبعا نستعرض يعني كيف عم بعيشوا هي محياة هون بطريقة متواضعة اقل من متواضعة اذا صح التعبير ولكن بعدنا مع فريق كاريتاسي اللي هني دائما كنا عم بيشرفوا على حلتهم اليوم برأيك هنحن استكشف مع جيل ايضا البيت اذا اليوم مشاهدين قرروا انه يقدموا مصاري او يتبرعوا بمصاري كمان رمم لهم بيتهم ادي حنساعدهم اكيد منكم ساعدنا هون كتير لانه هي محياة ما في اهضم منهم اخوة اتنين عايشين لحالهم وبتضل البس مع وجهم بيضلهم يضحكوا لو شو ما صار شكرا لقالك هي محياة جينا عا بيتك او بشي شكرا لسيقاتكم فينا الام تي في اليوم نهار طويل راني عم تقلي ان شاء الله نقدر نجمع هاي المصاري لترميم لتعيشوا بلا ما يكون في رتوبة قوية بالبيت انه هي بتقدي لأمراض وانتو اليوم حلتكن عا قدكن واقل من قدكن صح؟ صح مضوط عم تحكي صح انتو كيف تعيشوا عفاية بتشتغلوا ما تشتغلوا؟ بسبب عمركم كمانا صح؟ اي برنا كمانا كمانا كيف بتفوتوا مدخولكم؟ اصحابنا بساعدونا شوي شوي بمساعدنا خلي جيل يسبقني لفرج العالم شوي عن هيدا البيت وحيلته المتواضعة جدا كي طبعا نخلي المحبين وانا بعرف انه في كتير محبين لبنانية في عالم الاختراب ولبنانية في لبنان ايضا حبين يساعدوا اهلهم يلي ما قدر اجا على لبنان المغتربين يوم عنده فرصة يكون موجود بمساعدتهم لهيام وحيات تطعم تشوف البيت حيطه كله ناشش ورطوبة كتير قوية نحنا بيفصل الشتاء وهيدا لازم تكون قد النوم ولكن ما بينقعد فيها شو ترتيبات لازم تنعمل طبعا هنالك فريق عمل ممكن يعيد هذا المنزل الى معيار يقدر في عيش في الحياة اذا رممنا اذا نجحنا وانعنا المشاهدين يراموا بايتكم شو ممكن يصير هل تنبسطوا يعني هيدا شكل هيدا طلبكم ان شاء الله خير يعني عم بيجيني هلا من منتج البرنامج اليوم هالبرنامج الخاص اليوم كريتاس ونحن معك من منتج سيمون درغام انه يعني شو بدي اقول مرة جديدة سفير الامارات بياخد على عيش وهذه المسألة ورح يتكفل بترميم كل المنزل والادوات المنزيل بحاجة لاله يعني انا متأثر لانه ما في مسؤول لبناني تلفن اليوم ما في اي نائب او وزير تلفن اليوم مش ينحط ايده مع شعبه سفير الامارات مخجلنا بمحطه لالنا مرة جديدة عم بيتصل ليكون حد اهلنا حد اهل اهله هو شعب اللبناني شو بنقول لسفير الامارات يلي ولا مرة خيه بظن اللبنانيين كانت دائما معهم في هذه المحنة الصعبة جدا نحن بنقول كمان لسفير الامارات يلي كمان تبني عشر منازل بيترابلس اليوم عم بيزيد حالي جديدة بتنيم البيوت ما في الا ما نشكرك يلي انت اليوم عم بتكون خي وصديق وقب لكل لبناني ونحن بنقول لك يعطيك الف عافية ودائما بالصحة يا رب ورانيا يعني نشكر سفير الامارات ومنشكر كل الفريق الكريتاس اليوم اللي معنا عم يدالينا حالي اللي ناس على قدهم عيشين يوم بيوم ومن فعلين الخير نحن اليوم حبينا بس نقف معهم الى جنبهم رانيا شكرا على شكرا لسفير دولة الامارات الدكتور حمد الشامسي من خلال الملحقية شؤون الانسانية يلي فعلا بيضل امتبعنا ويلي فعلا عن جد شو بدنا نقوله عن انسانيته عن كرمه عن محبته للشعب اللبناني يعني شخص ما عم يترك ولا اي حالة تكون بحاجة الا ما يكون فعلا عم بيكون موجود للمساعدة الله يبارك فيك نحنا هيك منقول باللبناني